و هذا المزيد حول المعركة السياسية والقانونية التي يخضها المجتمع الدولي من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا في ظل معارضة روسية مستميتة ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أنطاقيا الحقوقي السوري رضا سطيف مرحبا بك معنا أستاذ رضا مساء الخير لك لجميع المتعدين أهلا بكم على مدى أيام ماضية دارت معركة قانونية وسياسية حول هذه المسألة إدخال مساعدات إنسانية للسوريين و هذا يدفعنا للسؤال في الحقيقة عن الأوضاع الإنسانية في السورية خلال هذه الفترة بداية سيدي كريم اسمح لي أن أعبر عن خطرة تجول في خاطري و هي أن يتم طرح هكذا مشاريع أمام مجلس الأمن نعم الذي يرتكى فيه أفضع جرائم مرت على عبر التاريخ دون رابع من قبل روسيا وحلفائها سواء إيران أو النظام السوري أو الميليشيات السابعة لها شيء يثير للغرابي أن يلتزم المجتمع الدولي بهكذا فيتو أو يأخذ بعين الأتبار هكذا فيتو لتقديم مساعدات إنسانية لشعب أعزل لمهجرين عانوا الويلات من إجرام هذه الدول التي تترنح اليوم ببيتو لقطع طريق المساعدات أو لمنع قوت لعيش عن هؤلاء المهجرين طبعا الواقع الإنساني سيدي تعلمون جميعا منذ فتر الشتاء الماضي كيف كان الحال كيف لجأت الناس إلى تحت الأشجار إلى العراء في الوقت الذي لا يوجد فيه مأوى وأكثر من مليوني نازح خلال أسبوع تم تشريدهم قبل النظام الروسي والنظام السوري ودعنيهم لكن نحن نتحدث عن ملف إنساني وهذا الملف الإنساني وهذه التضحيات أو هذه القضايا الإنسانية أصبحت ضحية أجندات سياسية دولية متناقضة بعيدا عن المواثيق الدولية والحقوقية التي ألزمت جميع الأطراف المتحاربة بتجنيب المدنيين لهذه الصراعات بماذا تفسر ذلك؟ سيدي الملف الإنساني منذ البداية كان هو رقم أساسي لتصفيف حسابات فعندما يتم خسارة منطقة سواء سياسيا أو عسكريا يتم الانتقام من المدنيين منذ البداية لم يلتزم طريق النظام السوري وداعمه بأي شيء يتعلق بالأمور الإنسانية سواء عهود أو اتفاقيات أو نداءات أو غيرها سواء في ملف المعتقلين أو ملف الحصار للمدن أو ملف تجويع الناس أو ملف الممرات الآمنة كلها كانت عربة للاستباحة من قبل هذه الأنظمة وحقيقة دون رابع هذا الأمر لا يتعلق بزيته ولا يتعلق بمجلس أمن هذا الأمر بحاجة لمصداقين من المجتمع الدولي فقط نعم طيب بالنسبة لروسيا مثلا التي اقترحت إلغاء معبر باب السلام والإبقاء على معبر باب الهوى لستة أشهر ما الهدف من هذا الاقتراح باعتقادكم؟ سيدي كما ذكرت في سؤالك السابق هو تصفيد حسابات قولا واحدا تصفيد حسابات في نقطتين النقطة الأولى أن باب السلامي هو المعبر على المناطق التي تقع تحت النفوذ التركي حاليا التي تم تحريرها من قبل الجيش الوطني وهي تحت سيطرة الجيش الوطني والنفوذ التركي بآن واحد فتصفيد الحسابات السياسية للضغط في الملفين السوري والليبي حتى طال هذا الملف الإنساني بهذا الأمر فلعدة أعتبارات سواء سياسية أو عسكرية يريدون قطع هذه الإمدادات ومنع الشحنات التي يدعون بأن هناك البعض يتم استعمالها لأغراض غير وهذا الكلام غير صحيح فكل ما يدخل ويخرج من هذه المعابر هو مراقبة ومتابعة بشكل دقيق من قبل كافة المنظمات والجهات الدولية باعتقادكم كيف ستكون الأوضاع بعد الفيتور روسي الصيني الأخير في مجلس الأمن ضد هذا القرار أنا ذكرت لك سابقا إذا كان المجتمع الدولي حقيقة صادق بدعمه للمدنيين وتقديم مساعدات للشعب السوري فهذا الأمر لن يؤثر فلو أخرنا بعين الأكبار بعين الواقع وليس بعين الأكبار أن أمريكا لم تلتزم هي والدول الأوربي بهذا الفيتور ولا زالت تدخل المساعدات وتقدم العون للمهجرين أو الناجحين في هذه المناطق فمن سيمنعها أو من سيقول لها لا هذا لم يكون هذا الأمر يتعلق فقط بمصداقية الدول الكبرى والدول صحيحة القرار أما الفيتور الخيني والروسي فإن كانوا هم يريدونه كمبرر لهم حتى يمنعوا هذا فهنا نقع في أمام اتفاق دولي على هذا الأمر لكن بما شيء تحت ما كما نقولها بالعامية فوق القاولي وتحت القاولي يصبح الأمر لكن من المتوقع أن يعمق أزمة أو مأساة الإنسانية للسوريين أليس كذلك؟ أكيد طبعا هذا الشيء فهم بأسوأ حال حاليا وخاصة في ظل الظروف التي مروا فيها سابقا إضافة إلى جائحة كورونا التي أثرت بشكل جدا ثلبي إضافة إلى ارتفاع أسعار الصرف العمل السوري التي لا زالت نوعا ما يتم تداولها عدم وجود فرص العمل الخزان البشري المضغوط بشكل غريب لا يوجد فرص للعمل لا يوجد مكان للناس حتى مأوى أي فرصة لأخذ النفس من قبل هؤلاء المهجرين لا يوجد أبدا نعم وصلت الفكرة أشكرك جزيلا من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف ترجمة نانسي قنقر